حالة من البهجة والفخر تسود بين المواطنيين وردود أفعال إيجابية تجاه مدينة العالمين الجديدة وممشاها السياحي البلغ طوله 14 كيلو متر هذا وقد رصدت كاميرا التلفزيون المصري جانبا من انطبعات المواطنين حول مدينة العالمين الجديدة وممشا المدينة بالنسبة للعالمين هي فعلا اسم على مسمى عالمين مش عالم واحد هي منطقة سياحية جاذبة ومنطقة رائعة ومنطقة فخر المصريين وللعرب والأمة العربية كلها ونتمنى ان مصر كلها تكون زي العالمين أنا هنا موجود في الشغل هنا وتواجد هنا بقالي سنة بنتابع العالمين ومورجان العالمين وحضرنا كل الحفلات في متناول الجميع الناس كلها بيترحب بقى أي حد بيحتوى في الشعب المصري كل حاجة العصار هنا في متناول الجميع لا الدنيا هنا تغيرت خالص التاورز شكلها تحفة والناس كتير قوي بقت تيجي وفيه سوياح كتير قوي وكل حاجة هنا يعني يبقى التحفة صراحة أنا جيت السنة اللي فاتت فيه تغير فرق 180 درجة يعني الشهد دنيا فيها المباني والجو الجميل والأسعار يعتبر يعني في متناول متوسط الدخل بالنسبة دخلت أومول وكده الأسعار حلوة كويسة والدنيا كويسة والمكان هنا نظيف جدا على مين هنا من أفضل الأماكن اللي أنا باجي هنا فيها أستريح وبإمكانيات بسيطة جدا ما حدش بيفرض علي أي رسوم أو حاجة عشان أعود في مكان نظيف بالجمال وبالشياكة ده أنا أول مرة أشوف مكان بالشياكة ده ما فيهوش أنك تدفع فلوس ما فيهوش حد بيغلس عليك بحريتك يعني أنا بركب السكوتر ده هنا ما بقدرش عمل ده مثلا في أي بلد تاني منتهى الحرية دي كده الممشى السياحي بالنسبالي يعتبر أنه هو متنفس كبير أو بالنسبالي وأنا بجيب أسرتي بشكل دائم هنا كل يوم تقريبا الموضوع هنا ممتع جدا الممشى جميل حاجة بجد فخر لأي حد مصر حاجة جميلة فخر المصر كلها الشعب كله مبسوط ويارتي الشعب المصر كل يزور العالمين الجديدة حاجة تحفة التحفة يعني حاجة تحفة التحفة